حتى الجمهور يعني ده إذا كان ده رد مدير فني أجنبي بيخود أول مسابقات إفريقية مع النادي الأهلي حتى الجمهور خد بالك تبتكلم على 16 نهائي وصلت لهم أو ده يعني 15 نهائي وصلت لهم وال16 بإذن الله على معد 15 نهائي كان للأهلي حظ فيه تتويج فيهم بعشر بطولات وخمس ألقاب آخرهم أمام الوداد خسرنا يعني خمس مرات وصلنا فيها النهائي خسرنا فيها اللقب آخرهم قدام الوداد السنة اللي فات بالنسبة الجمهور نادي الأهلي عمر مكان الوصول للمباراة النهائية هدف يعني في الوقت اللي فيه كتير من الناس أو كتير من الجماهير أو كتير من الأندية تحلم بس بمجرد الوصول لمباراة نهائي دولي الأبطال فالوصول لمباراة نهائي دولي الأبطال وخسرتها بالنسبة للأهلوية شيء محزن شيء مؤلم شيء ما بيتحطش في الحزبان ولا بنفتكره ولا بيتحط في التاريخ ولا يهمنا أن احنا نفتكر الخمس مناسبات اللي احنا خسرنا فيها البطولة خسرنا مرة قدام الصفاقسي خسرنا مرة قدام الوداد أو مرتين قدام الوداد خسرنا مرة قدام الترجي لكن محدش بيفتكر ده بنفتكر العشر أرقاب اللي احنا حققناهم من نسبة لجمهير نادي الأهلي العادي العادي أنك أنت تصل لنهائي دولي الأبطال مهم جدا 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 من النهاردة من عشرين خمسة لأربعة ستة حسنا نتكلم في إسبوعين تقريبا أنك أنت تحضر فرقتك تجهز فرقتك استشفى على أعلى مستوى الحافظ على اللاعبين من الإجاة احنا عندنا بالمهاز بثلاث مطشوات أولهم مع أم بيوم الثلاث اللي جاي فإزا هيتحضر لمباراة النهائي وخصوصا زي ما بقلت لكم أنه في أريحية إلى حد كبير في موضوع الدولي الأهلي متقدم بفرق كبير أو بفرق ثلاث نقاط تقريبا ولسه لي أعتقد ده لو ما كانتش طبعا الكاونت أو العدات بتاع الدولي تغاية لكن يعني الأهلي لي خمس مطشوات مؤجلة وده يدي له أريحية كبيرة جدا في التعامل مع البطولة الأهم بالنسبة لي هو مطشة 4 ومطشة 11 والأهم أكتر مطشة 4 يعني أنا مش عايز أكتر في مطشة 11 لكن أعتقد أن الأهلي قادر أنه يحسم الجولتين بتوع نهاية دولة الأبطال هنا في القاهرة مباراة يوم 4 يونيو هي أهم مباراة للأهلي الموسم ده في كل البطولات هي أهم وأصعب مباراة للأهلي الموسم ده في كل البطولات والأهلي بإذن الله إن شاء الله جاهز وقادر على الحسم من القاهرة عشان نروح كذا بلانكا بإذن الله يبقى بنستعد للاحتفال بالبطولة